من المسؤولي النهاردة ان احنا ظهرنا بشكل مش عظيم قدام موزنبيك هل هو فيتوريا واحده؟ هل فيتوريا واللعبين؟ ايه المشكلة كانت النهاردة؟ خنا عمنا لك كل شيء كل حاجة مفيش اي حاجة ظهرت بشكل اعتيادي مش اقول شكل جيد مش اقول حتى اوتستيندينج في العيب ظهرت بشكل مميز قوي عن الحالة العادية هستثني مصطفى محمد واكلم علي بعدين ان باقي الفريق كله الاساسيين بالبودلاء لم ينجح احد ولما لقي دحلت الفريق بالكامل لازم ارجع للمدير الفني وقولنا مسؤوليته المباشرة دايما عندنا مصطرة في قياس الامور كل لعب او اتنين عندهم مشكلة يبقى اللعيبة نفسها في هذه المباراة غير موفقين لما لقي الفريق بالكامل بداية منه حارس المرمى مرورا بجميع اللاعبين لحد نجمع الفريق الاول محمد صلاح يبقى انا عندي مشكلة في التجهيز الذهني والنفسي والفني والبدني اقول بدني عند اللاعبين عند المدير الفني مليوون في المئ kant بدنيه النواع الده كمان هل دا معنالة المسؤولية مش على اللعيبة لا طبعا مسؤولية على اللعيبة لعيبة كبيرة ليش بتكلب على الناشئيين فانا احمل المسؤولية المدرب لوحده لا طبعا اتحملها اولا رواي فيتوريا ثم اتحملها كل اللاعبين بلا استثناء استثناء وحيد ما بينك اوسوين هو مصطفى محمد فقط لا غير إيه بقى كاية مشكلة روي فيتوريا النهاردة؟ لا روي فيتوريا كان عنده مشكل كتير جداً 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 المدارب الكبير المحترم أداماً بقوله على روي فيتوريا ده مدارب كبير جداً بس النهاردة لم يوفق تماماً بص يا كريم ما فيش مباراة بتغير رأيك في مدير فني صح روي فيتوريا مدارب كبير سيفي قوي دخل عناصر جاية جداً في فترة اللي فاتت مدخب كان بيقدي بشكل إلا في السناء بسيطة مباراة تونس تحديداً ومباراة سيراديون والاتنين كان لهم بعض الظروف الخاصة مباراة تونس بسبب غياب بعض اللي عبين منهم أبرزهم من لعبة النادي الأهلي فكان فيه عدم انسجام في خط الدهر في أسباب يعني إنما عموماً لا الراجل ماشي معنا بشكل جيد جداً الحالة اللي وصل عليها المنتخب هي لوصلت الجمهور إنه لأول مرة من سنوات كتير جداً حتى البطولات اللي كنا بنكسبها يا كريم قبل البطولة دايماً الجمهور بيقى متشائم البطولة دي الأول مرة الناس بقى متفقلة قبل البطولة آه التفاقل ده راح منه جزء النهاردة أنا على قين تهم قبل ما أتكلم لأنه عشان الناس ما تفهمش إن كلامنا كله يبقى سلوه طبيعة هذه المباراة وما قدم المرضود طبيعي الكلام كله يبقى سلبي ولكن لكن اللي حصل في المباراة دي أصلاً مقدش طبيعي عزيزات طبيعي مليون في المية ومن هنا أنا بقول لك لأ أنت هتلمي نفسك وهتكسب غانا وإذا شاء المول عزيزة جال هنتأهل ونفتكر الجملتين دول هنتأهل متصدرين لهذه المجموعة بإذن الرحمن ثقة في الجيل ده وفي اللعيبة دي والمجموعة واللعيبات كبيرة اللي جوا حلو الكلام الإيجابيلي في الأول ده تعالوا بأن أخش حلال اللي حصل النهاردة ليه بقى ريف توركنات أكثر ريف توريا فين النهاردة أول حاجة يا كريم لقطة غريبة جدا بالنسبة لي بقى في الكولينج بريك الكولينج بريك بعد نص ساعة والغريب إن أدأنا بعد نص ساعة انهار تماما في الكولينج بريك كان بيدي بعض التعليمات إحنا طبعا ما سمعناه هو بيقول إيه ولا شفنا هو بيقول إيه لكن إن عكاسه في الملعب قال هو قد قال إيه ليه اللعيبة تعالوا نشوف في الكولينج بريك ده كان في الدهاء 29 و14 سنية وكان بيتكلم مع اللعيبة وبيدي بعض التعليمات لزيزو ولمحمد هاني لزيزو ومحمد هاني طيب تعال روح السورة اللي بعدها روح وهقولك بقى أنا بالنسبة لي سجل هدف في توريا بهذا كونينجو بريك لكن في مرمانة كمل اللي بعده اللي بعده بصك يا كريم الفرقة دي كده الفرقة اللي قدامك اللابسة أحمر دي اللي امتخب مصر الوقفة دي كم في خط الظهر كتير خمسة خمسة آه زيزو أو كمان زيزو من الدقيقة تلاتين من الدقيقة تلاتين بعد الكولينج بريك بقى بيلعب باكرايت في الحالة الدفاعية باكرايت مع دخول محمد هاني للعمق لأنه كان بيتعمل على إيه ده بلب طيب تعال نسأل سؤال مهم قوي يعني إيه ده بلب يعني بتطرع عليه باتنين كلش هتطرع عليه باتنين ودي مشكلة متكررة كانت موجودة في مباراة سيرليون كانت موجودة في مباراة الجزائر كانت موجودة في مباراة تونس تحديدا طيب لما يكون اللعيب مركز ثمانية أو نهاردة كان بيطلع على الطرف كتير اللي هو أحمد مصطفى زيزو مش قادر يرجع يعمل الريبوزيشن أو يعود لأمكان التمركز الصحيح عشان يساند الظهير بتاعه اللي هو محمد هاني فانا رح جاي إيه له بقى تعالى انت بتعرفش تعملها وانا طالب منك 50% كأداء دفاعي لأ تعالى بقى في الحالة الدفاعية يطلب منك تلعب بكرايت أصلا يعني يعني بدل ما تساند محمد هاني بس لا ده أنا أحطك تعالى بعد دخل محمد هاني يلعب وحلق جوه كتالت في القلب وحط أحمد مصطفى زيزو كظاهير آيمن ده عمل إيه عمل كوارث لا بقى زيزو قادر يساند هجوميا ولا بقى قادر يساند دفاعيا ولا قادر يعمل العنق في وسط الملعب ولا قادر يشتغل جوه الملعب ولا قادر يعمل أي حاجة أنا خسرت اللعيب وخسرت الظهير الآيمن اللي ده ما كانوا أصلا اللي هو محمد هاني ولا قادر يعمل له مساند طب أنا هنا مش مجاهز لعبتي أنا فجأة انقررت أنا بتعمل عليها دولاب ويات عملت فيها مرة واثنين وثلاثة فجف وسط المباراة بعد الكولينج بريك أقول لك لا إحنا نلعب خمسة في الحالة خمسة أولا بلعب موزنبيك ليه عشان إيه ما هو معنى أن أنا طلبت خمسة في الخط الدفاع أن أنا عندي خلل في تنفيذ الأدوار بتاع وسط الملعب دي كانت الغلطة الراجل إدى تعليمات خلت الأمور تزداد سوءا كان يتراح عليك بكرة واحدة كريم بعدها مباشرة يتراح عليك بكرة تانية دي كان الخطأ الأول الكبير جدا من فيتوريا جو المباراة هو داخل أصلا غلط داخل المباراة بتجهيز قليل للعيبة فهنا دي كانت الغلطة الأولى اللي كملت معانا بقى بقية المباراة لأن ده استدبعوا إيه استدبعوا إن صلاح نزل لحد وسط الملعب